بكرة بإذن الله بإذن الله الزمالك خليك فاكر اهو وانا مش بقاطع بكرة بإذن الله دون مقاطع الزمالك بطلاً للكونفيدرالية الأفريقية هتقول لها كريم بدري الكلام ده هقول لك لأ الزمالك أفضل من فريد نظر بركان الزمالك أفوأ جمهوري الزمالك جمهوري الزمالك اللي راح اشترى التذاكر المدرجات كلها احنا لحد ما بنخش على هوا الناس بتسألنا على تذاكر خلاص التذاكر خلصت نفس العمر بالمناسبة فيما يخص مباراة الأقلي والتراجي التذاكر أصلاً كمان خلصت وبالتالي احنا هنشوف مدرجات مليانة بكرة بجمهوري النادي الزمالك عندي ثقة كبيرة أو في جمهوري النادي الزمالك أولاً أنه هو اللي هيجيبه البطولة دي بكرة ثقة في لعب نادي الزمالك ومدرهم الفني جوزي جوميز ناضب بركان مش عايز الاستهوان بيه قوي أنه فريق ساي ولكن هو فعلاً فريق عادي يعني تقدر تتخطى بإذن الله بس كونه أنه هو وصل مباراة النهائية ما ينفعش تإيمانه يعني ما ينفعش تقول إنه لا دا احنا نكسب بسهولة لا أكيد مش تكسب بسهولة محتاجين رجولة بكرة محتاجين إخلاص بكرة محتاجين روح بكرة الزمالك استحق هذه البطولة الزمالك المرحلة الشهور الأخيرة دي عدى اللي كان الواحد نظرته الدايئة بتقول إنه مستحيل يعدي منها إيقاف قدوة أزمات مالية وملايين الدولارات ولعبة متدايئة ولعبة عايزة تمشي ولعبة عايزة مستحقتها وما فيش مدير فني حاجات كتير أور الزمالك بقدرته بجهاز الفني ولعبيه كلهم عملوا منظومة محترمة جداً قدروا يوصلوا في الآخر لنهاء البطولة الكونفيدرالية في ظروف في منتهى الصعوبة في منتهى الصعوبة مش عايزة أقول في ظروف مستحيلة عشان ما بقاش مبالغ بس هي في ظروف حقيقي في منتهى الصعوبة إن شاء الله ربنا يكرم بكرة الزمالك يفرح جمهور نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك يستحق فرحة زي دي إدارة نادي الزمالك بعد التعب والاجتهاد ده يستحق هذا الأمر جوزي جوميز اللي أنا في رأيي في رأيي مدرب جيد جداً يستحق هذا الأمر ولعبي نادي الزمالك اللي أنا في رأيي